السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب؟ أرجع لكم اليوم فيديو جديد الفيديو هذه جوعة الخير بإذن الله فيديو رهيب جدا 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 الفيديو هذه جوعة الخير صراحة صرف بالي فكرة كلنا نعرف ماوس اللوجيتيك الماستر 3S واحد إذا كان ماهو أفضل ماوس لصناع المحتوى أو لمنتجوه بشكل عام فهو واحد من أفضل الموسات وقيمت تقريبا 150 دولار يعني تقريبا 500 تريال سعودي أسطوري بشكل رهيب جدا انا اشتريت المنتج هذا تمام جاف بالي فكرة واحد الشركات الصينية أرسلوا لي الماوس هذا الماوس هذا وصلني نسخة تماما طبق الأصل من اللوجتك فقلت أنا والله ان ينزلوا كلهم فيديو واحد طبعا قيمة الماوس الصيني هذا جمعة الخير اللي ماعرف اش اسمه أصلا 20 دولار من علي اكسبرس وعلي ضمان سنة فقط جماعة الخير لا نريد ان نطول الفيديو أكثر من كده اعطونا لايك سبسكرايب وشير الفيديو هذا ينفجر جماعة نريد ان نضبط الوضع والامور واكتبوني تحت رأيكم في الكومنتات اي واحد من الموسات هذه رح يعجبكم فأنا صراحة متحمس لها كثير 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 فيلا نبدأ الفيديو طيب جماعة الخير اول شيء انا اريد ان بوكسنج للموس الصيني الموس الصيني جماعة الخير ما بين فيه اي شيء ما بين فيه اي شيء من المواصفات وهذا كتبين هنا وايرلس ماوس زي ما تشوفون وفيه هنا برضه المواصفات ذكرين هنا مثلا 4000 دي بي اي لازم نعرف شيء جماعة الخير الموسات هذه ما هي موسات جيمينج صراحة المحتوى فما يهم الدي بي اي العالي طبعا هذا رح يكون بلوتوث 2.4 جيجابيته تمام هذا المذكور للامانة اللي عندي بطارية 500 ميلي ام كويس اسم البرودكت وعرفنا اسمه الحمد لله مكتوب اسم صغير جدا هو الام 10 طيب نفتح الكرتون جماعة الخير هذا قدامكم الكرتون الان مش راضي يفتح مش راضي افتح يا سمسم تمام بسم الله نفتح الكرتون الكرتون مر بسيط اوه ما يأتي عندنا هنا شاحن رديء الكابل حقه هذا هنا الماوس عندنا ما شاء الله مغلف كيس والله الخامة شيء الخامة شيء سيكون بالجهة هذه مسكة الماوس هذا جدا مريحة يا جماعة طبعا صنع المحتوى سوف يمسكن الماوس فترة طويرة سوف يرتاحون معه طبعا سيكون هنا ازرار تخصيص زر وزرين وثلاثة واربعة وخمسة ستة وسبعة سبعة ازرار تقريبا تخصيص سيكون هنا من تحت نفس الجيجاهرتس نفس البلوتوث وهنا تشغل الماوس وهنا الاوبتيكال سنسر لا تذكرون اسم السنسر للاسف وفيه عندنا هنا مثل الحجرة الصغيرة هنا تفتح القلبة يطلع عندك القطعة البلوتوث تمام وهي تقريبا تايب اي وهذا الكرتون انتهى المنتج الصيني طيب نخليه على الجن ونرى اللوجيتيك طيب يا جماعة هذا اللوجيتيك اللي هو الماستر 3S الماوس هذا من كثير ما هو اسطوري يعني غير الماوس الصيني قم شوي هذا رح يكون جماعة الخير تقدر تشبكه بثلاث اجهزة بنفس الوقت وتقدر تنقل ملفاتك من جهاز رقم واحد جهاز رقم ثلاثة كأنه مجهز واحد تخيل تنقل ملف من جهاز رقم واحد جهاز رقم ثلاثة كأنه شاشة ثانية يعني عرفتو اللوجيتيك انه 8000 وفيه 7 زرار تخصيص برنامج حق نفس اللوجيتيك وكذلك انه يدعم هذه النسغة مكتوب عليها هنا المكتوبة هذا يدعم منتجات ابل بالكامل حتى يدعم الايباد ملاكبوك وطاقاتهم هذا يدعمها لكم ويدعم الوندوز طبعا يعمل مكة زيادة طيب نفتح الكرتون من هنا وصلني الكرتون جدا وصخ هذا من عند نفس امازون ونفتح الكرتون طبعا افضل بكثير من الصيني حلو هذه العلبة السوداء افتحها هنا بسم الله يا سلام يا سلام تقريبا في شي هنا افتح الكيس اول هذا ان شاء الله في شي ولا ما في شي توقع ما حطل انه في شي وشك والله ما في شي لماذا تضعينه لجتك لا اعرف على العموم طبق الاصل ليه يا الصيني ليه كما ترون يا جماعة خلا اجيب الموز الصيني حيرونا والله الصينيين يا جماعة الكرتون حتى حقه ما يفتح حالة وحالة والله نسخة طبق الاصل شوفه ايهم لجتك ايهم لجتك لو ما كان موجود الشعار كما بين نفس التصميم بالضبط شوفوا لكن في اشياء ينقص المنتج الصيني طبعا كما ترون نفس اللون تقريبا نفس الازرار نفس التقليد بس انه فرق طبعا الخامات نوع الالمنيا والمستخدم ونوع البلاستيك والسنسور طبعا تختلف يا جماعة لكن اضع في بالك 20 دولار مقابل 150 دولار نفكر الستيكر هذي كما ترون هنا جهة الخير عندنا زر 1 2 3 نبينه في الكاميرا هذي الزر هذا 1 2 3 الزر هذا 1 2 3 جهاز رقم 1 جهاز رقم 2 جهاز رقم 3 هناك تشغيل هنا ونفس بصراحة انه فيه خامته هنا لأفضل لوجيتيك أفضل خامة طبعا يكون أفضل ما يحتاج 150 دولار يا حبيبي طيب نكمل العلبة نفتح الباقي كما ترون هنا سيكون فيه توقع الشاحن نطلب يحلو هناك الكتيبات الضمان هذا الكابل فعلا ممتاز كما ترون هذي جماعة الخير طيب سي ناعم وجودة واضحة الكواليتي هاي الأمانة طبعا توقع هذه المنتجات الموجودة في الصندوق لا يوجد أكثر من هذا صح؟ هذه محايرات تنفتح أو لا تنفتح أنا غصب تمام هذه الملحقات من جماعة الخير دعونا نروح للي بعده نضاف الدنيا كلها ونرجع طيب يا جماعة زي ما ترون الآن هم كلهم الأثنين قدامنا تمام؟ هذه هي الآن قدامنا شكليا متقاربين جدا من ناحة اللون الصيني أغمق شوي الوزن حين فيه عند الميزان سأجيبه بإذن الله ونقارن بينهم زي ما لاحظنا الام اكس ما يجي معاه القطعة حاقة اليو اس بي هذي طيب زي ما ترون جمعت أخيرا الام اكس هنا من تحت خامته أفضل بكثير من الخام الموجود في الصيني بكثير أفضل يعني خاصة اللي هنا مقارنة هنا أنعم بكثير في اللوجيتيك زي ما ترون حتى هنا تقليد واضح هذا الصيني الامتن وهذا الام اكس ثري اس صراحة نفرق جدا كبير بينهم للأمانة في الوزن الصيني أخف بكثير الصيني حتى شوف أقرب للمايك اسمع هذا الصيني هذا لوجيتيك هنا فيه صوت قربعة هذا صوت الصيني هذا اللوجيتيك صراحة أبهرني الصيني أنه مقارب جدا مقارب جدا مقارب جدا يا جماعة الخير في الملمس بس أنه عندك هنا اللوجيتيك تحسوا مسكته أفضل الخامات طبعا طيب ما في شيء تكلم عنه أكثر في الماوس من ناحية السنسر اللي هنا ما هو معروف عند المنتج الصيني فقط تذكر لي أنه أوبتيكال سنسر يوصل حتى أربعلاف دي بي آي وزي ما قلنا هذه ما هي موسات كييمينج فما هي تفرق بعنا لكن الصيني هنا على حسب اللي كتبينهم أنه يجي فيه أر جي بي أو أزرار أر جي بي فبحاول أشغلها لحين لكم دقيقة بس وفروض أنها تشتغل أو لازم أشغلها في الجهاز أتوقع الكويس جوعة خير في الصيني حاليا فيه زر زي ما تشعون حق دي بي آي بس خلي قرب الكاميرا فيه زر دي بي آي وفيه زر هنا محطوطة كلمة ويندوز و اي او اس فشي حلو نصيني دعم ال اي او اس بدون ما يضع كومباتوبيتاليتي لكن لأنه ماوس يشبك على جهاز واحد أكيداً رح يدعم حطيني هنا فيه زر ان ووفو لايتينج حطيته على ال ان الان عدراً حطيته على ال لايتينج ما أشتغل نرى الارجي بي أحاول أشغله لكم وأرجع بإذن الله لكن ليس الآن اذا اجينا نقارن بينه الوزن حقه خفيف جداً هنا عندك لوجه تيك تشغيل حقه فقط ضلطة الزر هذي تشغل فيه هنا زر التشغيل زي ما تشغلونها فوق نقوم بفوكس تقول اول زر واحد هذا فوق حق التشغيل ثم يجي عندنا الحساس والاخير عندي رقم واحد اثنين ثلاثة اللي هي رقم الأجهزة فحين زي ما يشوفون اول ما تشغل الماوس رح يقشر على رقم واحد اللي هو جهاز رقم واحد تمام اضغط على اثنين جهاز رقم اثنين فشي رهيب للأمانة عند لوجه تيك انه تدعم الشي هذا زي ما تشوفون الزر حق لوجه تيك هنا الموجود فقط زر لل دي بي آي فقط او تقدر تسوي له اي تخصيص في السكرولر حقهم الاثنين هذول طبعا الصيني اسوأ جداً في السكرولر خلاً نقارن في الكاميرا هذي السكرولر هنا سيئ جداً تشعر بطيء هنا تشعر سلس مره سلس صرحة انفرق بينهم الغطاء اللي هنا في اللوجه تيك ينفك في الصيني ما ينفك في الازرار هنا اللوجه تيك ضغطتهم افضل بكثير من هنا طبعا افضل لكن هنا فيه ار جي بي لكن انا ما قدرت اشغلي راح اشغلي بعد شوي بأذن الله بشكل عام ستسكرولر هذا الصيني هذا اللوجه تيك صرحة انفرق سكرولر حق الصيني اعلى بكثير صوته فبشكل عام طبعا الكواليت اختلفه هنا 20 دولار يا جماعة هنا 150 فرق كبير لكن انا بالنسبة لي اللي بياخذ ماوس خاصة صناعة المحتوى ما رح يهمك دي بي آي ما رح يهمك شيء خذلك ماوس ترلتاح عليه حتى بالنسبة لي انا بالنسبة لي لو باخذ كباسة رح اخذ الصيني مبدئياً مو اشل شيء لكن بشكل عام صناعة المحتوى ما يهم انه يكون السنسور عندك مضبوط جداً ما ليهم يعني بالاخير ماوس عادي كأنك تتصفح لكن اعجبني فيه انه التقليد والنفس المسكة والنفس الراحة رح تأخذها ونفس التجربة من عند لوجيتيك لكن لوجيتيك للامانة كواليتي اعلى مواصفات اكثر وتقدر تسوي لك كمباتلت مع كل جهزة يعني اللي تبيها بنفس الوقت كما قلت لك من جهاز رقم واحد رقم اثنين بالراحة غير كده فيه سكرولر اللي عند لوجيتيك المعروف احاول سوينا هنا هنا زوم كما ترون اللي يسمونه لا يوقف ليس واضح معكم اتوقع لانه كلها سيلبر سأحاول لها فوكس لك على العموم هنا سكرولر سريع اللي هنا صيني لا سكرولر عادي لوجيتيك طبعا الوزن اعلى رح اقارر لكم الوزن الان بينهم انا عندي ميزان رح اجيب لكم ونقارن الاوزان طيب جبت ترني ميزاني زي اللي جبناه بحق نفس المايكات ونقارن نفس الميزان طبعا هو ميزان اكل عشان يكون لديه في القرامات اول واحد يا جماعة الخير رح نجيبه اللي هو ماوس اللوجاتيك كم وزنك يا لوجاتيك 143 جرام اوكي ستخليك على جب جيب الماوس الصيني بسم الله طرحينا مع القطعة الو اس بي حابته تمام حطوا هنا 121 جرام فرق بينهم نتكلم عن 20 جرام ويعتبوا فرق كبير يا جماعة الخير في الماوسين طبعا اخف لكن مرحب معك اي فرق الارجبي بشغل لكم وارجع لازم اشغل الارجبي دقائق وارجع طيب رجعنا لك جماعة الخير شغلنا الارجبي اخيرا صراحة شكله بطل بطل جدا يعني رح اوريكم لقطات باذن الله رح تكون في الظلام وكذا رح تشوفوا شكلهم كيف مقارنة مع اللوجاتيك اللوجاتيك ما في ار جي بي طبعا هنا في معطيك نو جيمينج ومضبط لك الوضع والحركات والامور زي الفل لقد عدلتها من هنا رح يتغير معك زي وتطفل النار وتشتغل زي ما انت حاب يعني تقدر الامانة هم حطين هنا يعني حطين انك تقدر تشبك واتكر من جهاز للامانة ما اتوقع لانه في اصلا او قطعة بلوتوث تقدر تشبك هناك وخلاص لكن بشكل عام لامانة كلهم يدعمون تايب سي من ناحة الكابل طبعا الكابل تختلف الجودة حق اللوجاتك اعلى كجودة الازرار هنا هنا في زر دي بي آي من الصيني فهي جماعة الخير انت لو كنت بالخيار مني هل رح تشتري الصيني او رح تشتري اللوجاتك هنا عندك 150 دولار هنا عندك 20 دولار فبس يا جماعة الخير انا ما فيش اقدر اقارن بينهم من ناحية الاستخدام والاشياء هذه لانه الامانة تجربة واحدة رح تكون وانا ما عندي حاليا اكثر من جهاز اني اجرب عليهم واني انقل ملف ملف لكن هذا المعروف عن اللوجاتك ماستر من النسخة الاولى يعني ما هو شي جديد تقريبا من 2015-2016 نفس الاشياء هذه موجودة فيه وصراحة ان زي ما قلت انك وزنه وحركة نفس الموز طبعا تكون ثلاثته افضل بكثير من الصيني اسكرولر افضل الخامم بشكل عام تصنيعي افضل انا عدت معلومات كثير لكن بشكل عام انا لو خيرت بينهم من الامانة كمستخدم عادي ذاتكلم رح ااخذ الصيني بسبب انه بـ 20 دولار بينما هنا 150 دولار وفرد كبير مرة فبس جماعة الخير اتمنى الفيديو اعجبكم باذن لنا ما طولنا عليكم فيعطيكم الف عافية كان معكم باس من قناة باس التكنولوجي لا تنسى تعطيني لايك سبسكرايب وشير واكتب لي رايك في الكومنتر هل رح تاخذ هذا ولا رح تاخذ هذا فصرح شي محير الامانة وشي حلو من الصيني انه جاب نفس الشكل اللي المهتم وحقين التصوير وحقين المونتاج رح يرتاحون وينبسطون مع الاشكال هذه فبس جماعة الخير فسبحانك الله بحمدك اشهد لا اله الا ان تستغفر اكتب اليك في امان الله